بسم الله الرحمن الرحيم الإمام محمد الجواد عليه السلام تاسع أمة أهل البيت استلم الإمامة بعمر صغير وطبعاً هالأمر ما عنا فيه أي مشكلة على المستوى العقائدي نحن كمسلمين أتباع خط أهل البيت لأن نحن منعتقد أن أمر الإمامة كما أمر النبوة هو بيد الله تعالى وهو القائل الله أعلم حيث يجعل رسالته ومنعتقد أنه موضوع إمامة الجواد عليه السلام شبيه لموضوع نبوة يحيى عليه السلام حيث قال الله في القرآن الكريم عنه وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَّةِ وكإشارة صغيرة لعظمة هالإمام وصلابته منذ صغر سنه من صلة الضوء على قصة مروي بزمن الخليف العباس المأمون ببغداد وقتها كان الإمام الجواد بعمر 11 سنة تقريبا وصادف أنه المأمون خرج برحلة صيد فوصل على طريق كان في صبيان عم يلعبه والإمام الجواد كان واقف معه فلما أقبل الخليف المأمون هربوا الصبيان بطبيعة الحال أما الإمام الجواد فضل مكانه فأرب الخليف منه وقال له يا غلام ما منعك من الانصراف مع الصبيان فجاوب الإمام الجواد وبكل صلاب وعنفوان وقال له لم يكن بالطريق ضيق أوسعه عليك بذهابي ولم يكن لي جريمة فأخشاها وظني بك حسن أنك لا تضر من لا ذنب له فوقفت فأعجب المأمون كتير بجوابه وطبعا مضمون هالرواية منلاحظ فيه هالكلمات المتزنة من هالإمام الصغير بالعمر والتي تدل على وعي عميق وشجاعة وجرأة بالخطاب مما لا يصدر عن صبي يعيش الطفولة بعقله بل ينم عن عقل وفكر واسع من خلال ملكة قدسية ربانية هاي الملكة هي التي فرضت احترامه على الخليفة المأمون وعلى الناس المحيطين كما نراه بأسس غيرة حصلت معها الإمام وخير الكلام ما قل ودل سلام عليكم وإلى اللقاء